الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فحديثنا اليوم عن جانب من جوانب مهارات التواصل وعظمتها في السنة النبوية المشرفة المتحاة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم نبينا صلى الله عليه وسلم كان نعم القدوة ونعم المعلم ونعم المعبي ونعم الرحيم بأمته يقول الحق سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان رجل الله واليوم الأخى وذكى الله كثيرا ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنه عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كان قرآن يمشي على الأرض كان تطبيقا عمليا لرحمة القرآن وسماحة القرآن من ذلك عندما جاء عربي وكان الرجل حديث عهد بالإسلام فقام فبال في المسجد وقام إليه بعض الحاضرين يسجعونه قال النبي صلى الله عليه وسلم في رحمة تامة دعوه اتركوه دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو زنوبا من ماء فإنما بعستم ميسرين ولم تبعثم ميسرين قام الرجل فصل فدعا فقال اللهم حمني ومحمدا ولا طاحم معنا أحدا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه وقال الرجل لقد حجرت واسعا خاطبه بلغته حجرت من التحجير وهو التضييق لحجز الماء أو نحوه لقد ضيقت واسعا وسع ولا تضيق في الدعاء برحمة الله وعندما جاء أحد الشباب وقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجعوه ونهروه وقالوا مه مه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابن مني فدن منه قريبا قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في حنو الوالد إليه وقال له أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فدائك يا رسول الله قال والناس لا يحبونه لأمهاتهم أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم أفتحبه لأختك قال لا يا صلى الله جعلا إلا هو فدات قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم أفتحبه لعمتك قال لا يا صلى الله جعلا إلا هو فدات قال ولا الناس يحبونه لعماتهم أفتحبه لخالتك قال لا يا صلى الله جعلا إلا هو فدات قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم ينه الشريفة على صدع هذا الشاب وقال اللهم مغفر الذنبه وطهر قلبه وحص فاجه فألم يقوم بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء فالعصاع يحتاجون إلى الرحمة لا إلا الغلزة والشدة والنح ألم يقوم رب العزة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة العاصي كالمريض يحتاج إلى الكلمة الطيبة من الطبيب ومن ذلك أيضا ما كان من سيدنا معاوية بن الحكم السلمي يقول بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجل أيضا حديث عادم الإسلام إذ عتس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت ما شأنكم تنظرون إلي لماذا ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعلمت أنهم يصمتونني بالفعل كأنهم يسكتونني يقولون لي أسكت لكنهم لم يتكلموا فأخذ القوم يضربون على أفخاذهم فعلمت أنهم يصمتونني فسكت فلما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول فبأبي أنت وأمي رسول الله ونقول معه بآبائنا وأمهاتنا أنت يا رسول الله يقول ما أأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ما ضابني ولا قهاني ولا شتمني إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقعاءة القرآن ولما دخل عليه أحد الناس وراجده صلى الله عليه وسلم مرتجفا قال هون عليك هون إنما أنا بن مراءة كانت تأكل القديدة بمكة وهكذا تعلم أصحابه الكرام وخلفائه الراشدون كان سيدنا عمر بن الخطاب يسير مع القوم فجاء عند منطقة ما وقال لقد أيتني وأنا عمير قاع إبن الخطاب وكان غليظا يتعبني فقال له أحد أبنائه ما حملك على هذا يا أبتها قال إن أباك خشي أن ترفعه نفسه فعاد أن يضعها وعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي وحضرت الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم فيي كتاب الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل حضرت الصلاة معنا؟ قال نعم قال قد غفع لك وفي رواية فإن الله قد غفع لك حدك وزنبك أي عظمة الإسلام ليس متشوفاً إلى الانتقام من أحد إنه نبي الرحمة الذي قال رب العزة عز وجل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأبعد من هذا جاء عجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ما بك ماذا أصبت قال وقعت على مرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد عقبة تعتقها؟ قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال لا فمكس النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من طم وعافه طم فقال أين السائل؟ قال أنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا الطمع فتصدق به فقال الرجل أعلى أفقى من أهل بيتي يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أي ما بين جانبي المدينة أهل بيت أفقى إلى هذا الطمع من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابه ثم قال أطعمه أهلا أي عظمة وأي سماحة وأي يسر وأي إنسانية أعلى من سماحتي ويسر وإنسانيتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما وجد في نفس بعض الأنصار شيئا نتيجة رؤية لهم في قسمة الغنائم قال يا معشى الأنصار مقالة بلغتني عنكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداءا فألف الله بين قلوبكم قالوا الله ورسوله أمن وأفضل ثم قال ألا تجيبوني يا معشى الأنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله لله ورسوله المن والفضل قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريضا فأويناك وعائلا فآسيناك أوجدتم علي يا معشى الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا طاضون يا معشى الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون بعسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حالكم فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به أي ما تعودون به إلى حالكم وديائكم وهو صعبة رسول الله خير مما ينقلبون به أي من الشاء والبعياء والغنائم ولولا الهجرة لكنتما من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديهم الأنصار شعار والناس لثار والناس لثار ثم دعا لهم عادينا برسول الله قسما وحظا ونصبا ونحن عاضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وآسولا وحظا وقسما ونصبا فاض اللهم عنا وأضع سولك عنا وبلغ عنا السلام اللهم صلي وسلم وزد وبائك على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته